أدان العالم أجمع العمليات الإجرامية التي وقعت في محافظة الكرك وأصفرت عن استشهاد وجرح عددا من رجال الأمن العام والدرك والمواطنين وسيدة كندية وأعلنت الكثير من الدول العربية والأجنبية تضامنها ووقوفها إلى جانب الأردن في تصديه للإرهاب ومكافحته وكانت العملية الأمنية التي وقعت الأيام الماضية قد أصفرت عن قتل وضبط الإرهابيين المهاجمين واستشهاد عدد من العسكريين والمواطنين وجرح آخرين وقد نقل جميعهم إلى المستشفيات لعلاجهم وبعد انتهاء العمليات الأمنية في الكرك وجه الدكتور محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة تحية إكبار وإجلال إلى كافة الأردنيين أبناء الوطن الواحد الذين التفوا حول الأجهزة الأمنية أثناء تعاملها مع الحادث الإجرامي وهتفوا لها وللقيادة الهاشمية وأضاف المومني إن الأردن يقع في إقليم ملتهب يعج بالتنظيمات الإرهابية وسيبقى قادرا على ترسيخ أمنه واستقراره وأن يجتاز هذا الحدث كما تجاوز أحداثا أخرى مر بها من قبل وفي آقاب هذه العمليات أعلنت الكنائس الأردنية تعليق حفلاتها ونشاطاتها الترفيهية خلال عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية حدادا على أرواح شهداء وأحداث الكرك داعية بأن يتغمد الله شهداء الأجهزة الأمنية والمواطنين بنور رحمته الإلهية معلنة أنها سوف تكتفي بإقامة الشعائر الدينية وما تتضمنه من قداديس إلهية وصلوات أخرى في حين قرعت الكنائس أجراس الحزن على أرواح الشهداء وتعتبر الكرك التي يعود تاريخها إلى 1200 قبل الميلاد من المدن الهامة في الأردن حيث تحتوي على مواقع أثرية عديدة وكنائس قديمة وحديثة ومن أبرزها كنيسة سيدة الوردية الموجودة داخل المدينة والتي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر كما تعد قلعتها الحصينة من أشهر القلاع التاريخي الموجودة في المنطقة حيث يأمها السياح من كل بقاع العالم